مهندس السياسة الخارجية بل ومهندس الاتفاق النووي الذي رآه الايرانيون انذاك بطلا قوميا يستقيل من منصبه في ظروف اقرب الى الاقالة ووراء هذه الحادثة تكمن تفاصيل عميقة عن تيارات متصارعة داخل المنظومة الحاكمة منذ اربعين عاما صحيفة الگارديان البريطانية تعتبر استقالة محمد جواد ظريف المسمار الاخير في نعش الاتفاق النووي الموقع بين طهران من جهة والصين وروسيا وامريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا من جهة اخرى هو انتصار لتيار الدولة العميقة الذي يفضله خامنئي وضربة موجعة للرئيس حسن روحاني الذي كان ظريف حليفه الموثوق في وقت الضغوط ما يعني ان روحاني بدأ يفقد اذرعه التي يستند عليها في لعبة التجاذبات داخل البيت المؤسس على فكرة الولي الفقه السبب القريب والمباشر لاستقالة الرجل كما ترى الگارديان عدم دعوته لمقابلة رئيس النظام السوري بشار الاسد الذي يزور طهران حيث تشير المصادر الى ان ظريف ووزارة الخارجية لم يبلغوا بهذه الزيارة وتلك علامة على تهميشه بشكل متعمد في حين حضر اللقاء مع بشار الاسد قاسم سليماني وتلك علامة اخرى على ان السياسة الخارجية وخصوصا في سوريا والعراق ولبنان تدار بشكل كبير من فيلق القدس التابع للحرس الثوري وما وزارة الخارجية الا هيكل كرتوني لتزيين البروتوكولات الرسمية لا اكثر بعد ساعات من استقالته ذكر ظريف في مقابلة مع صحيفة الجمهورية الاسلامية ان الصراع بين الاحزاب والفصائل في ايران له تأثير السم القاتل على السياسة الخارجية تصريحات ظريف تشير الى انه استقال بسبب ضغوط من تيار عارض دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام الفين وخمسة عشر استقالة ظريف رغم معقوليتها سياسيا الا ان لها في ايران معاني ودلالات اخرى هي بداية لمعرفة حقيقة الادوار في اللعبة عندما يصبح الوزير بيدقا وما يظهر انه بيدق هو الوزير على الحقيقة واقوى حجرة يعتمد عليها الملك في حماية نفسه ونظامه المبني على تخاريف روايات يسوقها على انصاره المغيبين في وعيهم